السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات الصفقة الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنكمل حل كتاب بيت باي بيت الفصل الدراسي الثاني عشرين اتنين وعشرين النهاردة ان شاء الله معدنا مع يونت سيفن هنكمل احنا كنا في فيديو نزل هزاروك بالوقت في الاشعارات وهتلوه في قيمة تشغيل الدرس الاول النهاردة هنكمل بيت يونت سيفن كله في نفس الفيديو وان شاء الله غدا نزل الوحدة التامنة برضو بالكامل وبعد كده كل يومين ان شاء الله هننزل وحدة كاملة بدايتنا من بي 43 ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشارع الذي ما تقدره واللي عنده مشكلة يتكلمني في الكمس واللي عجب الفيديو ياريت ما ينساش تدعمنا بالكمنت واللايك بتاعه هذا الطريق طويل يعني انه ما هي بيجيش مع وطلة وتيجي معها وماشي طول يعني طول برضو اللي هو طول اشخاص مثلا او الحيوانات اللي هو كامل وزن اللي هو بقى الايه اللي هو الطول اللي هي دي طبعا الكلمة دي ناون خلي بالكم انما دي صفة فاحنا عندنا حاجة في اللغة اسمها كامل طول تساوي يبقى هاو بيجي بعدها صفة يبقى هنا طبعا هنقول كل الطلاب لازم تساوي driven penetrated damage يقود يحترق يعمل يدمر طبعا traded يعني يععمل have you read about the not inventions هل قرأت عن late يعني متأخر ودي صفة latest يعني احدث later يعني التالي ولتلي يعني مؤخرا او حديثا يبقى the latest inventions هل قرأت عن احدث الاختراعات بعد كده عندي بيج 46 not or remains وremains يعني بقايا يعني حاجات متبقية of animals حيوانات and plants ونباتات that lived in the past كانت عيشة في الماضي species اللي هي انواع وسلالات fossils حفريات staples اللي هي عربات طبعا ده تعريف الحفريات اللي هي بقايا حيوان او نبات بنعرف بيها الحيوان ده كان عايش من كمسة he is unkind هو مش طيب so i don't like him انا مش بحبه unkind اللي هي غير طيب ده similar similar يعني مشابهة يعني ايه الكلمة اللي تساوي ده unkind يعني عايزين كلمة معناها غير طيب kind ده عكسها nice لطيف برضو عكسها cruel قاسي unkind زي قاسي وhappy يعني سعيدي بقى cruel the hotel where we stayed was terrible terrible سيء جدا so we moved to another طيب رحنا فون دق تاني terrible اللي هي سيء انتونيم احنا قلنا بقى انتونيم يعني خدناها كتير يعني مضادة وعكس عكس سيء amazing رائع bad تساويها سيء uncomfortable المشموري حيبقى سيء يعني غالي او مكلف طبعا عكس say amazing يعني رائع we can use the suffix suffix يعني ناهية حاجة نضف في الاخر to turn the verb wind into adjective تحاول كلمة wind الصفة اللي ينفع انضاف ال wind في الاخر ness meant y ال y طبعا عاصف يعني windy يبقى ال y بعد كده بيقول لي the prefix و prefix يعني بادئة البادئة turns the word lucky lucky يعني محزوز اللي ينفع انضاف هنا عشان نجيب opposite بتاعها العكس this lucky you and lucky i are i am طبعا اسمع unlucky if you are nice لو انت nice يعني لطيف to someone this means you ده معناه ان انت them will ان انت hurt بتأزيهم كويس punish بتعقبهم كويس trait بتعملهم كويس hate بتكرههم طبعا trait يعني يتعامل او يعامل بعد كده بيقول لي the of something is how long it is علشان نعرف the how long بتاعه ده اسمه ايه بقى زا ايه the weight الوزن age العمر color اللون length اللي هو الطول لسه حالنا من شوية if something is not لو حاجه من دون نوت it's kept save معناها نية في امان so it's not damage مش متضمرة or destroyed برضه متضمرة preserved محفوظة thrown اللي هي الماضي من through ملقاه burn it محترق killed killed مقتول يبقى preserved يعني محفوظ the exam was hard اللي متحان كان صعب and i couldn't answer the questions ما قدرش اجاب على سئلة كلمة hard selenum يعني مرادفة احنا قلنا خلاص hard يعني صعب هنا في الجملة دي easy easy يعني سهل عكسها cool جميل difficult poor poor فقير طبعا العكس بتاعها difficult او سئلة المرادف بتاعها i really enjoy warm weather انا بحب الطقس الwarm warm يعني دافئ is similar in meaning too مشابه الكلمة cool quite hot لحد ما rainy winter cold quite hot معنا كده بيقول it was raining yesterday كانت بتمطر بالامس and the ground was wet والارض كانت wet wet يعني مبلل anthonym عكس كلمة مبلل gaf dry gaf ريني مومتر windy عاصف stormy يعني مليء بالرياح او عاصف مليء بالرياح black beauty القصة اللي عرانوها was lucky كان محظوظ because he had a kind owner عنده مالك kind lucky محظوظ is anthonym of عكس كلمة lucky happy place the unlucky غير محظوظ unkind مش طيبة unlucky we can use the suffix suffix يعني حاجة بتنضاف في الاخر to turn the verb own يعني يمتلك into anewon اللي ينفعي نضاف له on هنا في الاخر يبقى اسم owner or or ir or er طبعا owner بنضاف لها er عملا زي teach teacher farm farmer بعد كده بيقولي زي suffix حاجة بتنضاف في الاخر tenis and adjective into an adverb بتحول الصفة للظرف يعني مثلا زي مثلا يعني كلمة happy دي الصفة عايزة حولها للظرف بتبقى happily كلمة sad حازين بتبقى sadly احنا بنضاف اي كده بقى اللي بينضاف i-v-e-l-y-m-e-n-t-i-o-n طبعا بنضيف ly the man was unkind ما كانش طيب as he hit the horse لانه بيدرب الحصان the prefix on means on هنا بعناه ايه same يعني نفس الشيء similar مشابه opposite meaning مساوى في المعنى طبعا وادي الحتان is now a famous international place ما كان عالمي the prefix enter اللي هي البادئة enter اللي هي بيتيجي في الاول دي معناها ايه means between above under in طبعا يعني بين some of the fossil were not damaged في حفريات مش متدمرات thus this means they are ده معناه ان هي هارمد يعني يأذي preserved محفوظة designed مصممة weighted منتظرة طبعا preserved the village is 80 km from the nearest city القرية على بعو 80 km من اقرب مدينة this means it ده معناه ان القرية ايه near اريبة close remote يعني بعيدة يعني اريبة كلهم معناهم مجاور او قريب يعني بعيد بعد كده عندي طبعا 49 grammar خد نفس كده ريح شرحنا هذا الموضل البسيط تعال نفتكر مفعول نفس القاعدة بس بعد الام و از و ار was where plus تصريف ثالث وبعد كده عندنا و و و و الحتان اللي فيها رجلين كانت buy some researchers مدينة يبقى محتاجين التصريف الثالث من find اللي هو found the pyramid built thousand of years ago الاهرامات تبني لا يبقى بونية يرزاجو يعني ماضيه الاهرامات جامعة المفرد جامعة يبقى where تصريف الثالث من build build ما حد شافه مفرد يبقى was تصريف الثالث من see saw seen بعد كده انا بقول تمثال ابو الهول تمثال ابو الهول احنا عايزين نقول بقى ايه هنا هنقول صنع هو مفرد يبقى was made كما لو كان اسد برأس انسان the stadium not build in 2005 لم يبنى الاستاذ مفرد يبقى was وعاز الناف يبقى was تصريف الثالث من build built we don't know how the stones for the pyramid carry تجيز حملت هي طبعا الحجار الجامع يبقى where تصريف الثالث من carry فعل عادي يبقى carried حملت our flat is burned last month حركة so we move to a new one هي واللي ماضي مدين التصريف الثالث هو burned يبقى مفرد يبقى was the 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 مفرد يبقى تصريب الثالث موجود. ده برج القاهرة صممة. طيب هو البرج هنا بيقول لي مفرد هوا. تصريب الثالث هو هو طبعا ده فعلا منتظم اللي هو يصمم. بعد كده بيقول اللي هي حفريات الحيوان. وجدت منذ فترات طويلة جدا. طبعا فاصل حفريات. تصريب الثالث فاوند فاوند. بتأخذ لاماكن. بتعامل معاملات المفرد يبقى تصريب الثالث من. تحفظ. الماني بتعامل معاملات المفرد يبقى اواز. كيب كابت كابت. ده طبعا كده ده بشكله كده ما ده مستمر. فاصل الحفريات التاري اتوادي حتام بي تيم اف ساينتز بفريق من الايه من العلماء الحفريات طبعا جامع يبقى وير. فعل منتظم يبقى ستاريد. تمثيلا والمجوهرات الثمينة. مالها بالحاجات دي ماضي يبقى طبعا دولة جامع يبقى وير. تحفظ. وادي الحتام المفرد يبقى ياخد تطريب الثالث منها يبقى بعد كده انا بيقول العمل يتوقع العمل من المتوقع انه هو ينتهي في بداية هذا الوقت. يبقى العمل مفرد. هياخد واز. واكسبكت فعل عادي واز اكسبكتد. من المتوقع. الكباري والطرق. هما طبعا جامع. يبقى وير. وقلنا احنا من شوية فعل عادي بقى قائمة من العجائب السبع. ميت انتو ساوزن. لست قائمة واحدة مفرد. هيبقى واز. ميت. طبعا ده ماتي. معبد البدرة نيمت ومفرد. يبقى واز نيمت اطلق عليه. التالي محل واز بيلدنج باي شا خان. واز والتطريف الثالث بيلد. يبقى طبعا ده مفرد يبقى واز بيلد. بعد كده عندي جينرال. ستيبل واز تريتد عملة اونر زي ملاك ترين يتمرن او يتدرب او كانت صعبة. هي نوعات بادلي. باي موست. مبني المجهول يبقى عملة. يبقى واز تريتد. باي موست ايه طبعا الملك بتوع اللي هما الانرز. هو كان مضطر ان هو يقرل ايه كاريج العربة. and he went fast through the crowd streets. the weather was really wasn't was usually terrible. he was lucky as he had a not to sleep in. كان محظوظ علشان عنده استيبل. ينام فيه. other horses didn't have a place to stay in. الباقين ما كانش عندهم مكان يمكثوا في. بعد كده عندي هنا grammar. the students treat well by their teachers. so they love going to school. اه يعملوا بطريقة جيدة. طبعا الجملة كلها ماضي. the students come aware. تظريب السياس من treated. I surprised by the presence that my friends gave me on my birthday. انا فجئت او يبقى الاي بتاخد واض. surprised. many buildings are damaged by earth quake last month. الشهر الماضي. ده كده الجملة ماضي. يبقى محتاجين was aware. buildings ما بين جامع يبقى aware. تظريب السياس من damaged damaged. هو كان عاملها مضارع. هي بس بصحة بس مضارع. the carriage العربة ball by one horse. حسام. because the other horses was sick. البعين كانوا مرضى. يبقى كانت تقرر. العربة مفرد was pulled pulled pulled. was called used as a form of transportation two hundred years ago. هل الايه السيارات كانت بتستخدم كوسيلة نقل من ايه من اقل. اذا مفرد يحطينا على مستفاهم عشان ده طبعا سؤال. السيارات جامع يبقى aware. cars used. ويفلى اخر question mark. بعد كده 55 اخد درس سين في اليونت. we all should help. احنا كلنا لازم نساعد. poor فقير. rich ghani. the poor الفقراء. the rich الاغنياء. the poor. احنا قلنا ان ذا بتجمع الكلمات زي poor وذي the rich. i didn't know what to do. what to do. ما كنت عارف اعملي. the situation was. الموقف بالنسبة لي كان confused يعني مربك ومحير. احنا بيوصف ايه. بيوصف الموقف. ولا. confusing. اه كان مربك ومحير مع الاشياء. طبعا دي متصف المشاعر. لو انا هتكلم عن مشاعري او الا confused. انما الموقف confusing. اميز نفس النظام. دي مع الاشخاص. شعور شخص وانترسط برضو اشخاص يبقى confusing. leaves fall to that in autumn. في الخريف. الاشجار تسقط على. عندي هنا اول كلمة كلمة floor. ارضية الحجرة او الطابق في مبنى. ground. اللي هي ارضية الشارع. sky. السماء. star. nigma. طبعا بتسقط على ground. بعد كده هنا 59. is the cutting down. قطع trees. الاشجار in a large area. or the destruction. او تدمير. of first by people. تدمير الغابات بوسطة الناس. pollution. التلاوز. deforestation. ازالة الغابات. population. السكان. direction. اتجاه طبعا ده. deforestation. ازالة الغابات. animals. they have natural skills. عندهم مهارات طبيعية. that help them survive. بتساعدهم للبقاء على قيد الحياة. skill. يعني مهارة. is similar in meaning to talent. اللي هي موهبة. in authority. عدم قطرة. difficulty. صعوبة. danger. خطر. يبقى talent. موهب. mangoses are active. in names. نشيد. during the day and sleep at night. وبينم بالليل. active. اللي هي نشيد. antonym. عكس كلمة نشيد. يبقى كسول. fast. سريع. كويك باردو سريع. lazy. كسول. hard. صعبي بقى lazy. i saw beautiful animals. along the coast of the carribean sea. انا شفت. حيونات رائعة. عالبحر الكاريبي. the suffix in. in the word carribean. اللي هو ال an اللي موجودة في carribean. refers to. اما تشير الى. كلمة carribean دي. ال an دي بتشير ل time. what? place, مكان, color, loan, sport, رياضة. طبعا. carribean ده place. ال an بتشير لمكان. the fire fighter has saved the child. انقذ الطفل. he is a really نقط مان. هو رجل. هو هنا لما يقول لي. يبقى هو كده يعتبر رجل خارج يبقى. ممكن تقول ده بطريقة تانية. ده معناه ان انا. خايف. اندينجرد. معارض للخطر الانقراض. بورد شعر بالملأ. يعني مرتبك. اهلا ما قالوا واحد ممكن تكرر الكلام ده تاني. بقى انا كده متحير او مرتبك. يعني الكلام داخل في بعضه بالنسبالي. يبقى confused. بعد كده عندي بيج سيكستي صفحة ستين. someone who is not can move and do things easily. بيقدر يتحرك ويعمل حاجات بسهولة. ده بنسميه شخص ليزي كسول confused وتحير. اكتف نشيط الون وحيد طبعا ده انسان اكتف. نشيط. شعر كسيف ذات cover the body of an animal. بيغطي جسم الحيوان فاصل. عفرية. fear اللي هو الفرق او الفرق. peak jacket طبعا ده fur. there are many different types of clothes. بيه انواع مختلفة من اللبس different. ليه مختلف. is similar مشابه in meaning to the same. نفس الشيء مشابه. unlike غير متشابه. alike يعني متشابه. يعني متشابه. it's dangerous to have your meals without washing your hands. من الخطر انت تاكل واجباتك من غير ما تخسل ايدك. dangerous اللي هي معناها خطير. is similar in meaning to. ايه الكلمة اللي مساوية كلمة dangerous. risky يعني خطير. safe آمن. fine. لطيف. جايد طبعا risk. انه عايز المراض في ليه dangerous. بعد كده هنا بيقول لي some words are hard to read so. في كلمة صعبة في القراءة. I always ask my teacher for help. بطلب مساعدة من المدرس. hard is antonym. antonym يعني عكس. عكس كلمة hard difficult. صعب تسويها strong قوي. easy سهل. يعني خشن او صالبي بيبق easy. mangoose's bodies. جسم المانجوز are covered by thick fair. مليء بالفراء او الفر والكثيف. thick is antonym. كثيف عكسها اي? big large thin طبعا خفيف او نحيف thin. we can turn the verb confused into an adjective by using the suffix. اللي ينفع اضاف لكم الفيوز اللي هي يربك ويبقى مرتبك بقى صفة. l y e d a n i o n طبعا confused. the suffix ten is the noun danger into an adjective. ازاي نحاول danger لصفة. اه اميني t o u s i o n l y طبعا dangerous يعني خطير. mom usually buys our groceries. ماما بتشتري البقالة from a near pie supermarket. من supermarket or right. the prefix super. in the word supermarket means معناها اي? smaller اصغر less larger more dangerous supermarket يعني معناها كبير يبقى larger. بعد كده هنا بيولي. we can turn the noun danger into a verb by adding as a prefix. ممكن نضيف قدام دينجري عشان يتحول. البرفكس عشان يتحول البرفكس عشان يتحول لفيرب. اللي هو معناه يعرض الخطر او معرض الخطر. i n o n e n u n طبعا اسمها in danger معرض الخطر. she always has an attractive. this means she always looks beautiful. تبدو جميلة. population. so can deforestation. ازالة الغابات. appearance. مظهر جميل. direction. طبعا appearance. he ate healthy food. كالطعم صحة. and did sports to be fit. عشان يبقى لاغ بدني. this means that he changed his. هو غير الhouse. lifestyle. manager. وطبعا هو غير lifestyle. وهو اسلوب حياته. بعد كده عندي محادثة 61. maru and miss fatma are talking about the best way to study lessons. احسن طرية تذكر بيها. good morning james fatma. can you give me some advice. ممكن تنصحيني about the best way to study my lessons. اذكر دروسي. good morning maru. the most important thing is to make a plan. تعملي plan. خطة. تلاها نوع تلاها i mean you must make a time table and carry it out. يبقى ماذا تقصدي? what do you mean? تلاها i'm still confused. انا لسه مش فاهمة. ممكن توضحي. يبقى could موجودة طبعا في الدرس. could you say that? طب ما عليش ممكن تقولي ذلك. could you say that another way? بطريقة اخرى. لها you should manage your time. انت لازم تتحكمي في time بتاعك. time اللي هو الايه? الوقت. يعني لازم الوقت يكون فيه تحكم فيها. لها النقط. thank you. يبقى انا طبعا فهمتك. يبقى i see. ممكن اقول i see i understand that now. انا فهمت. او ممكن i understand بس خلاص. قالت لها do you want to know anything else? عايزة اتعرفي حاجة تاني ممكن نقول no. thank you. شكرا لك. طبعا اتقول لها العفو طبعا you are welcome. avoid يتجنب. endangered معرض الخطر. found. تصريب الثاني من find. او الثالث. fur furu ou faru. keep you hafza or yaqa. are found dal basif. i have read an interesting talk about manguzus. اريد كتاب عن المانجوز. they have long bodies and short legs. their bodies are covered by thick. مغطى بالthick a fur. they can see and hear very well. which helps them to not danger. يتجنب الخطر. avoid. they are not in africa. يبقى هم ايه موجودين او التواجد بتاعهم فين? فقارة افريقيا. يبقى من ايه المقول they are found. they are because of deforestation and loss of habitat. معرضين لخطر الانقراض. يبقى بسبب ازالة الغابات وافتقادهم للبيئة بتاعته. بعد كده عندي. قصة عن حيوان رائع وديمي الجاوبة في نهاية الكتاب. بعد كده هنا بيقول لي اختبر نفسك. the little boy was lost in a remote desert area. فقد في منطقة بعيدة جدا. remote is similar in meaning. remote يعني بعيد. close and nearby and near. كل ده قريب. for. is the number of people living in a particular area country. عدد الناس اللي عيشت بنسميه pollution. تلوث population. عدد سكان. deforestation. ازالة الغابات direction. الاتجاهات طبعا population. i avoid speaking with strangers. انا بتجنب. الحديث مع الغرباء. avoid is an antonym. عكسها اي يتجنب. يبقى هنقرب. ear. ozon. leg. sock. mouth. fam. face. يواجه. يبقى يتجنب. عكسها face. يواجه هنا مش معناها واجه. the homework didn't done by me. الجملة بسف. يبقى لم يفعل. مش didn't بقى. يبقى وزوره التصريف الثالث. يبقى wasn't done. وهذه done موجودة. the news. الاخبار بتعامل معاملة المفرد. خلي بالكم. يعني لازم يجي بعدها فعل مفرد. هو هنا كاتب where? لا طبعا. الاخبار تاخد وضع. هي وكلمة مين? news information. اللي هي معلومات برضو لو كلمة information كنا قلنا was shown on tv. ناخد بالنا بالكلمتين دول. كلمة news. كلمة information. الفعل بعدهم يكون فعل يعني فعل مفرد. بعد كده هنا بيقول لي. مواقع التواصل الاجتماعي. هل انت بستخدم مواقع التواصل? هي مواقع تستخدم في تواصل الناس. يعني الناس بتستخدمها في التواصل. يبقى هنا اعرفها ويبقى قال له اه هي يدية. يبقى قال له what? are social networking sites. قال له الناس بستخدمها عشان تعمل التواصل. قال له نوات. قال له yes I can في سبوك and twitter are examples of them. طبعا. يبقى ممكن تديني المسألة. can you give me some examples? قال له yes I can في سبوك and twitter examples of them. قال له نوات قال له finally you understand. اخيرا انت فهمت my advice is to use facebook. يبقى اه I see او اه I understand. انا نصيحت لك تستخدم الفيسبوك. قال له حاجة له don't be confused. ما تبقاش متحيرة ومرتبك. I'll show you how to use it. ما تقلقاش انا هعلمك. يبقى طبعا يقول له ايه? I am sorry. مثلا انا مش عارف. but. اه مثلا. I am not sure what you mean. انا مش فاهم اصدق. يبقى I am not sure what? ده لو هرتبط بالدرس يعني. ممكن هنا واحد يقول sorry I can't. ما فيش مشكلة خالص يعني مش لازم نكتب اليجابة دي. قال له don't be confused. I'll show you. هعلمك ازاي تستخدمه وطبعا هاشكره في الاخرى يقول له thank you so much. I thank you very much. بعد كده هنا عندي كلمة found. live fair 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 catch yastod or found teeth as name. لما الحيوانات الأخرى بتحاول تعمل لهم إيه لما تحاول تمسكهم يستدع ويمسك اللي هي كلمة كاتش بعمرهم بيوصل 12 سنة في الحياة البرية يبقى كان إيه يعيش يعني إيه طبعا كان بعد كده هنا بيقول لي منطقة في الصحراء where you can find water تجد المياه فيها فورست غابة أويسز واحة أوشان محيط جاردن اللي الحديقة طبعا دي أويسز واحة a person who owns الشخص الذي يمتلك or has something is a owner مالك visitor زائر تورس ساح مانجر مدير طبعا the owner children can be sometimes very unkind أحيانا بيبقى مش طيبين to each other the word unkind مش طيب is similar in meaning to nice لطيف كاينة دي عكسها cruel قاسي سيف آمن بيبقى مقاسيين وفي عنف مع بعض تورس كامتو ايجيب to enjoy the warm weather السوياح بيجو استمتوع بالطخص الدافئ كلمة warm senate مرادفة حلناها من شوية cold quite hot stormy عاصف ريني ممتل quite hot حرار بتحته كده لطيفة heavy close protect الملابس السقيلة بتحمينا from bad weather من الطخص السيء كلمة protect is antonym عكس ها عكس كلمة يحمي look after يعتني تسويها cure يعتني harm يؤذي love يحبي بطبعا يؤذي اللي هي harm اخي مصير في حد سيء terrible سيء is antonym عكسها very bad تسويها amazing raw confused مرتبك وتمبالة ليبقى amazing we can turn the verb appear into a noun by adding is a suffix appear ممكن نحول الاسم نضيف له a n-e-s-s a-n-c-f-u-l اللي هي طبعا appearance اللي هو المظهر الخالي we can turn the adjective mean into an adverb زارف كلمة mean by adding a suffix لما زارفي بقى نضيف له i-o-n-i-n-g-e-d-l-y طبعا mainly اللي هي بطريقة رئيسية واساسية عثمان was unlucky كانش محظوظ to lose the match the prefix un in the word unlucky gives اندى دخل على لك ايد دل ايل adverb الزارف opposite العكس noun الاسم meaning المالة طبعا opposite we turn the verb cover into the opposite by adding prefix عكس كلمة cover يعني cover دي اللي نضيفها لها تتحول opposite للعكس يبقى طبعا عندنا عكس cover discover يكشف او يكتشف the turtle lives near the sea بتعيش بالقرب من البحر this means it lives in a not habit طالما نيرزز يبقى polar could be desert صحراوي كوصل ساحلي forrest غابي طبعا forest she was worried and unable to understand الآن ومش فهمة this means she وزدام عنها ان هي trusted مهتمة cruel قاسي active نشيد confused يعني متحير ومرتب correct صحيح الخطأ عندي اه خمس جمل اول جملة بيقولي this is cool pilt five years ago ago damati يبقى بنيت يبقى المدرسة مفرد يبقى الماضي بنستخدم was aware تطريب الساس من pilt هو هو pilt these trees plan to buy clever school boys last summer يبقى ماضي إلى شجار زرعت جامع يبقى where plant فعلا منتظم يبقى planted who break the glass of this window من اللي قصر هذا الازاز مش كترة بواسطة يبقى who broke it's a nice food صورة اقعد take by my mother two days ago برضو ماضي يبقى التقطت was take took taken تطريب السالث new roads built all over egypt every year كل عام يبقى مضارع خلي بقى الاقبام الكلمة الدال يبقى am is or the طرق تاخد or build built built يبقى طرق تبناء بعد كده اخر حاجة بيقولي زيارة لأحدى العجاب الطبيعية وده من الجوا في نهاية الكتاب بعد كده هنا عندي طبعا الازهر اه تامرنت الازهر الشريف حبيبة is talking to rufayda about a visit to waadi l-wishwashi زيارة المكان اسم waadi l-wishwashi next week we are visiting waadi l-wishwashi هنزور waadi l-wishwashi not it's in the south of sinae في جنوب سينة يبقى اينا where? في فعلا مساعدنا is it not like i am going to climb the mountains هتصلك الجبال and swim in the lake وهي عوم في البحيرة يبقى يبقى what? i am to howl are you? what are you going to do there? هتعمل ايه هناك? can i come with you? طب انا ممكن اجي معك نوع thank you sure of course. بعد كده انا عندي مواقف your friend asks you for the directions. اللي اتجاهات to the supermarket. عايز يروح لايه السوبر ماركت. ممكن اقول له مثلا go straight on its next to the bank مثلا اي وصفة خدنتر من الاول برضو في unit 1. you tell your friend about the way to the Egyptian museum. اقول لصاحبك طريق المتحف المصري. اقول له مثلا turn right يعني مثلا ايه الف يمين and go straight اي وصفة مش مشكلة head وبعد كده يليه مثلا add to اي حاجة ممكن نقول زي دو زبريج الكبري بعد كده عندي سوائل تشوز سوائل اختيارات عندي هنا خمس جمل the river is ten kilometres in عشرة كيلومتر way وزن ايه عمر length طول كالر لون النهر يبقى طبعا طوله our school is not by trees بالاشجار is war والتصريف السالس happened surrounded included كلهم تصريف سالس طيب يبقى المدرسة تحدث محاطة يشمل مهتمة محاطة what is the table it's round دائرية color لونها shape شكلها time وقت size حجم طبعا شكلها عامل ايه شكلها دائري that lake was hundred of years ago by a volcano was where والتصريف السالس form it form form is farming تكونة form rise in egypt by farmers بواسطة الفلاحين grow is grown growth we're grown الرئيس يعمل معاملة المفرد يبقى is grown يزرع بعد كده هنا عندي قطعة بيتكلمنا عن horses الخيول are beautiful animals حيوانات جميلة they can be of different colors الوان مختلفة and they can run quickly وبيجروا بسرعة people like to watch horses الناس بتحب تشاهد الخيول because they are very attractive لان هي جذابة horses have long legs رجل طويلة and big eyes وعنين that can see almost all the way around them يقدروا يشوفوا الطريق around them يعني ايه من حولهم هنا طبعا تعود على horses many people think that a pony is a young horse يبقى زي ما قلنا ناس كثيرا بتعتقد ان this pony young horse this pony this pony this pony this pony that is a type of horse هو نوع من الخيوط that doesn't grow very large اصلا هو قز ما بيكبرش horses can live up بتعيش 20 or 25 years 20-25 sometimes people can tell how old a horse is by looking at his teeth احيان الناس بتعرف عمره من اسنانه horse generally normally sleep standing up بتنام وهي وقفة they only need about 3 hours of sleep بيحتاجوا 3 ساعات من النوم يوميا for food الطعام horse eat food بتاكل اطعمه such as grass hay corn zora apples and carrot will a will gazar why do people like watching horses لين الناس بتحب تشوف الخيول طبعا because هما قالوا في الاول ان هما they are very attractive وattractive يعني جذاب how do people know the age of a horse الناس بتعرف عمر الحسان ازاي احنا قلنا by looking at his teeth من خلال النظر في الاسنان السؤال الثالث how long can a horse live الحسان يقدر يعيش لحد كام احنا قلنا ايه they can live twenty or twenty five بعد كده عندي اختيارات القطع من خلال النظر من خلال النظر كلمة them refers to تعود على eyes العنين people الناس horse الخيول legs الأقدام طبعا horse horse need to sleep about hours hours per day الخيول محتاجة اتنا مد ايه في اليوم احنا قلنا three hours four two three five طبعا three hours هنا موضوع عن invention وده من جاوب يعني اختراع من جاوب في نهاية اليونت بعد كده عندي اختبار على يونت seven the sentence in this is talking to malk about reading hard words الكلمات الصعبة the sentence in this poem is a tongue twister هي صعبة في النقط تلعها tongue twister نقط تلعها i mean it's very difficult to see يبقى ماذا تقصدي يبقى what do you mean طب what do you mean هنا مابيش علام الاستفاهم هنكتب جملة عادية i am sorry انا اسفة i don't understand you انا لا افهمك عاز ان نكتب الاجابة اللي هي موجودة في الكتاب i am sorry but i am not sure what you mean by that ماشي تلعها هنا سؤال سألتها هنا سؤال تاني قد بقى هنا بقى سألتها سؤال تلعها yes i read it she sells seashells هي بتبيح صدف بحري on the sea shore على شاطئ البحر يبقى هنا تلاعها مثلا ممكن تديني مثال could you give me an example ممكن تديني مثال تلاعها هنا طبعا ياسوأ تلاعها المثال they aren't all the same لا مش كلهم زي بعض but they are hard to read هي صعبة في القراءة يبقى تقول لها هل اصدق ان الحروف زي بعض يبقى do you mean the letters انت اصدق ان الحروف do you mean the letters and the words في الكلمات are all the same نفس الشيء نفس الشيء تلاعها حاجة تلاعها could you say that another way ممكن تكرتيني يبقى لسه انا مش فاهمة i'm still confused لا اوكي in a tongue twister the words are hard to see صعب نقولها together quickly صعب نتقال مع بعض بسرعة لا اه i see اخيرا طبعا انا فهمت i understand that now انا فهمت داد الوقت خلاص بعد كده عندي السؤال الثاني كلمة Hossels سحفريات grassland ارض عشبية محفوظة انواع محفوظة اوشان يعني محيط much of the south of england معظم جنوب انجلترا كان coastal habitat naked to the sea today sheep and cows enjoy the green بيستمتعوا بالغرين ايه هناك طبعا بالغرين grassland ارض عشبية خضراء where they can eat بيأكلوا however 250 مليون years اقوم من 250 مليون سنة part of this coast was very different كانت مختلفة it was then hot كان الجوحر wetland habitat where animals حيثوا الحيوانات like crocodile زي التمسيح left in the wetland كان فيه تمسيح على هذه الارض نحن علمنا المعلومة من خلال ايه اللي هناك فاصل حفريات many of them are very well فيهم شيئت كتيره كانت will not محفوظة well preserved مبنية المجهول طبعا so scientists can study many عشان كده العلماء يقدروا يدرسوا نوات of animals from long ago اللي هو انواع او فصائل كتير من هذه الحيوانات الحيوانات الموجودة هناك طبعا الموجودة هناك هو هنا المفروض نبدل يعني المفروض فاصل دي تبقى هي الرابعة علش الافضل يعني الادق ايباربع و species تبقى هي اتنين تعال نشوفها كده تاني نقرأ الجملة التانية دي تاني we know this because hundred of species مئات الفصائل are often found there يعني فيه فصائل كتير تمام many of them are well preserved so scientists can study many fossil of animals from long ago بعد كده عندي تاج محل مشهور طبعا in india is one of the world's most famous and beautiful building واحد من اجمل واشهر الاماكن في العالم it's one of the seven wonders احد العجاب الساب of the world's the name tag mahal means crown palace يعني قصر التاج it's actually the tomb و هو مقبرة of princess لزوجته لها ممتاز محل who was the wife can't زوجت of the ruler shag khan she died during the purse ماتت في تاريخ ملدة of their 14th child the emperor was so unhappy ما كانش سعيد by the death of his wife بموت زوجته that he built the tag mahal بنى هذا المكان علشان يتذكرها العمل بدأ في سنة 1631 1631 and was completed in 1648 وانتهى في 1648 بعد كده هنا بيقول لي over 20 thousand working من اكتر من 20 thousand 200 الف عامل from all india where working to build it دوم القبة بتاعته is made of white marble marble يعني رخام it is more than 70 meters high ارتفاعها اللي هي الدوم 70 متر there are gardens في حضائق and pools حمامات سباح every year millions of visitors زماليين الزوار from all over the world they go there بيروح هناك in order to protect علشان نحمي from air pollution من تلوث الهواء tourists must walk لازم يمشوا or write an electric bus to base كهرابي the basic is mainly about القطع رئيسيا بتتكلم عن tourism السياحة india الهند شاخان تاج محل طبعا تاج محل بالتفصيل underline world protect كلمة يحمي means neglect يحمي save يحافظ هارم يؤذي اتاكي يهاجم طبعا save بعد كده كلمة at يعني تشير الى pool حمام السباحة palace القصر دوم القبة park الحديقة طبعا دوم اللي هي القبة بتاعته بعد كده يقول لخص البروغرافي التاني نقدر نقول طبعا over هم قالوا كده over twenty اكتر من twenty thousand يعني الفين twenty thousand عشرين الف work من from all over انديا من كل انحاء الهند ما لهم were working كانوا يعملون to build علشان يبنوا المكان اسمه ايه تاج محل why do they protect تاج محل from pollution هم ليه عايزين يحموه من التلاوث طبعا علشان يحموه من التلاوث هنكتب كده in order لان طبعا ده because it's an important site ده موقع يعتبر مهم جدا or important place mention one of the seven wonders of the world in egypt احد العجاب الموجودة في مصر طبعا اشار حاجة عندنا الايه ضمن العجاب ال اللي هي الاهرامات بعد كده بيقول لي a is something that makes you feel it's beautiful or amazing حاجة بتخليك تشعر بالنشدة beautiful or amazing يبال حاجة دي wonder عجيبة storm عصفة فولكينو بركان فايت يتشاجر طبعا wonder محمد صلاح ذا famous fat blur لعب مشهور famous is similar في كلمة هنا مشابه لكلمة مشهور unknown مش معروف عكسها well known معروف جيدا confused مرتبك huge dog it was cruel to hit the dog with a stone انه من القصوة نضرب الكلب بحجر cruel is an antonym عكس كلمة قاسي kind طيب active unkind غير طيب warm يعني دافئ طبعا عكسها kind we turn the verb visit into a noun by adding the suffix alien فايتضاف ال visit يبقى اسم e r if u l a l o r طبعا visitor يعني زائر number five we add the prefix to the word market to mean that it's larger عشان يبقى معناه كبير then order ones من المحلات العادية اللي ينفع يضاف عند super market هنا في الاول a p astro super inter طبعا super market معناه ماركت كبير بقى بعد كده بيقول لي فاصل الحفريات where their bird where preserved محفوظة well for further study للدراسة this means they were discovered اكتشفوا kept حفظوا chosen اختيروا sold اتباعه طبعا احنا قلنا preserved يبقى kept when was the great wall of china build metabonia هنا مديني was where تصريب الثالث يبقى built the high heat cause the first fire last month سببت the fire يبقى هنا جملة دي معلومة يبقى caused على طول سببت مش سببا the pyramid the pyramid the pyramid the pyramid كل شهر يبقى ده مدارة الاهرامات الجامعة يبقى R ناخد بقىنا من الزمن محاديش اقول لي where لان هو قالك to there يبقى مدارة the island surround by deep blue sea الجزيرة محاطة يبقى الجزيرة محاطة الجزيرة مفرد يبقى is with surround ده طبعا يحاط فعل منتظم surround new house was built near the river night last year العام الماضي يبقى كده جملة ماضي دي منازل الجامعة يبقى where built يعني where built بنية او صممت اخر سؤال معانا في يونت 7 short story you have read قصة انتقرتها وده متجاوب واحنا هنجمع الموضوعات انتظرونا ان شاء الله غدا في نفس المعاد يونت 8 مع تمنيات بدوم الطافيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى